أهلا بكم مجدداً أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان لحمود الصباح اهتمام القيادة السياسية في البلاد بالشباب الكويتي عبر إعداد كوادر وطنية قادرة على خدمة الوطن في الحاضر والمستقبل ودعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأشهد الشيخ سلمان لحمود الصباح على هامش حفل تكريم وتفوقي المعهد العالي للاتصالات والملاحة اليوم أشهد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارة المعهد لتخريج دفعات وكوادر وطنية خاصة في مجال الإعلام والملاحة مؤكداً أهمية دور المعهد في هذا المجال إن أولى الخطوات الفعالة على طريق التنمية هي الاهتمام بتوليد مهارات بشرية جديدة ومتخصصة وإعداد كوادر وطنية هذا ما أكده وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان لحمود الصباح خلال حفل تكريم المتفوقين للمعهد العالي للاتصالات والملاحة في احتفالية تخريج مجموعة من المتفوقين من بناتنا وأبنائنا خرجي مجال الاتصالات والملاحة وكما هو معلوم بأن القيادة السياسية تولي دائماً للشباب الكويتي حسن تأهيلهم وأعدادهم كوادر وطنية تقوم في خدمة الوطن في الحاضر المستقبل دعم للتنمية الاقتصادية الجهود الكبيرة الحقيقة التي يقوم فيها المعهد في تخريج هذه الكفاءات الوطنية وخاصة في مجال الإعلام والاتصال شيء أساسي مهم وخاصة أن هناك العديد من التخصصات الفنية التي تحتاجها وزارة الإعلام وأيضاً يحتاجها الإعلام الوطني بشكل عام تم الحيغة إضافتها لهذا المعهد النشط هذا الحفل هو ثمر التعاون بين وزارة الإعلام والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من أجل توفير تخصصات في مجال الإعلام نتشرف بزيارة الشيخ سلمان حمود الصباح وزير الإعلام ووزير الشباب لرعاية حفل المتفوقين في معهد الاتصالة والملاحة خاصة دفعة المتفوقين اللي إن شاء الله رح يكون سوق عملهم هو وزارة الإعلام وهذا طبعاً شرف لنا وشرف لطلبتنا أنه أي المسؤول عن وزارة الإعلام وعند دورة المخصصة لهم لتكريمهم في هذا اليوم إن شاء الله احتفالية هذه تعليم لكثير تعني أنه بداية حقبة جديدة من التعاون مع وزارة الإعلام نقدم لهم هالهداء الصغير نخوة من شباب الكويت اللي أهمة إن شاء الله بدنا لها في التخصصات اللي خاصة لوزارة الإعلام التفوق هذا كان ناتج يعني تعاون كبير ما بين كل قطاعات الحقيقة دعم كبير من معالي وزير الإعلام الشيخ سلمان صباح السالم لحمود الصباح هذه الرعاية تعكسوا الاهتمام الذي توليه الدولة للشباب الذين يعدون الثمر الحقيقية وحجر الأساس لبناء وطننا الحبيب وتوفير المخرجات في جميع التخصصات في مجال الإعلام وغيرها لتواكب سوق العمل هنيئا لأبنائنا هذا التفوق والإنجاز في حياتهم التعليمية من محهد الاتصالات والملاحة يوسف صفراء التلفزيون دولة الكويت